اهلا فيكم حبابي برج الميزان في قناتي راح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية او من وقت مشاهدتك للفيديو الى اخر الشهر القراءة مثل دائما راح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وايضا بتقبل العكس يعني اذا انت او تتعامل مع برج الميزان ممكن تحس انه بعض الاشي اللي بحكيها طاقتها تكون ونشابها لطاقتك طبعا مثل دائما خد من الفيديو الشي اللي بتشوفه مناسب او بيفيدك او بيختمك لانه قراءة منطقية يعني مش راح تنطبق على الجميع وترك اي شي تحسه سلبي بالقراءة او يعني لا تجبر القراءة انها تنطبق عليك راح نبلش اول بي طاقتك انت بعدين طاقة الحبيب والشريك خطواتك في المستقبل خطواته هو ايضا في المستقبل وشو ممكن يكون مصير العلاقة بينكم وكيف راح تتطور العلاقة بينكم بعدين اذا حبينا نوضح اشياء ممكن ممكن نسحب كروت للتوضيح طيب نبلش اول بي طاقتك انت نبلش بي كروت النصيحة برج الميزان عم شوفك منغلق على حالك اكتر بهالفترة مش عم تبين مشاعرك للشخص اللي عم تتعامل معه الحبيب او الشريك لانه كروت النصيحة بتحكي لك يعني خلي فيه عندك مجال انه تعبر عن مشاعرك تجاه الشخص اللي عم تتعامل معه ايضا ممكن تتصرف مع هالشخص تصرفات بسيطة او افعال بسيطة اللي ممكن تبين او توضح للشخص اللي عم تتعامل معه انه انت بالفعل بتهتم فيه اذا انت لسه عم تفكر بالماضي او شخص من الماضي او ذكريات من الماضي كروت النصيحة بتحكي لك ايضا اترك الماضي في الماضي يعني تخلص من الماضي عشان تعطي مجال لاشي جديده تفوت بي حياتك امشي في الطريق اه في الطريق الجديد اللي انت عم تمشي فيه حاليا بطل انه الافضل انك تبطل ترجع اه للماضي او تتذكر ايشي خلص المفروض انه تسكر عليها الباب ايضا اه خلي عندك اه عقلية منفتحة اكتر بما يخص مجالك العملي او حتى بالمجال العاطفي يعني ممكن يكون فيه اشخاص عندك حاليا اسمح للاشخاص انه تعطيك او تعطيك مساعدة او تحاول انه تساعدك لانه فيه اشخاص عم شوف عم تحاول انه تقدم لك النصيحة وتساعدك ولكن انت مش كتير متقبل اه الوضع او مش سامحي كتير للوضع طيب هايدي كان بالنسبة لكروت النصيحة بالنسبة لطاقتك انت يا برج الميزان عم شوف فيه عندك فكرة بما يخص المجال العملي اه جديدة او فكرة صغيرة او حابب تتواصل مع شخص اذا مش بالمجال العملي حابب تتواصل مع شخص انت بتعتبره اه امنية بالنسبة للك بتعتبره تتمنى فيه امنية انت حاليا ماخد طريق وعم تسعى الى تحقيقها للبعض منكم رح يكون بالمجال العاملي وللبعض منكم رح يكون بالمجال العاطفي ولكن بما انه القراءة عاطفية فيه شخص انت عم شوفك فيه طريقك الى انك بدك توصل لهالشخص بدك تقابل هالشخص بدك تحكي مع هالشخص او حتى ممكن عم تستنى اه مبادرة او رسالة من الشخص اللي عم تتعامل معه بالنسبة لطاقة حبيبك او طاقة شريكك عم شوفو اه ممكن الابراج اللي عم تتعامل معها ممكن تكون ابراج نارية ممكن يكون برج الحمل برج الاسد الغالبية ابراج نارية او ترابية بس ممكن يكون اي برج اخر ولكن طاقة الحبيب اللي عم تتعامل معه اه عم شوفو عم يتطلع عليك من بعيد او عم يراكب الوضع والعلاقة بينكم اه من بعيد ما عم شوفو عم ياخد اي خطوة حاليا بانه يتقدم اه نحوك او جهتك لانه العامل المشترك اللي بينكم انه في طرف منكم اه رافض عرض حب او رافض التواصل اللي عم بيصير بينكم فيه او فيه طاقة اه صد او طاقة رد بينكم الاتنان فعم شوف انت الاشي اللي عم تحس فيها مش عم تحكي فيها ايضا الشخص اللي عم تتعامل معه ايضا مش عم يحكي بحقيقة مشاعره وعم يراقبك من بعيد نظرته الى العلاقة ممكن تكون نظره او كتير مثل نظرة عمل او بيزنس او نظرة كتير حادة نظرة كتير قاسة يعني الشخص عم يركز كتير على التفاصيل الصغيرة بالعلاقة وعلى التفاصيل الصغيرة بشخصيتك ايضا يعني ممكن يكون ممكن يكون فيه ايضا مش فقط ناري برجو ممكن يكون ناري وترابي يعني بالخارطة الفلكية عنده فيه اشي ترابي لانه الابراجة الترابية بتركز على التفاصيل الصغيرة كتير ايضا عم يشوف الشخص انه افضل طريقة لحل الامور بينكم حاليا او افضل خطوة لاتخاذ القرار بينكم حاليا انه هو يمشي او ما يتخذ قرار او فقط او يراقبك انت يراقب تصرفاتك انت افعالك انت لحتى يعرف ياخد قرار ايضا ايضا اذا كنت انت من نوع العصبي او متقلب معه هالشخص عم يحاول انه يحتويك او يحتوي العلاقة ممكن ايضا عم يحاول يسيطر على على غضبه على تهوره او الطاقة النارية اللي فيه عم شوفه كتير عم يحاول انه اه يكتم هالطاقة او يتحكم في غضبه من نسبة لخطواتك في المستقبل يا برج الميزان عم شوفك اكتير مصمم بشأن شخص ما او بشأن العلاقة اللي بينكم اه في عندك نية بالمستقبل تحط مجهود بالشغل ولكن اه بطريقك بالمستقبل رح يكون فيه في نزاع ومشاحنات سواء كان معها الشخص او سواء كان بالدائرة المحيطة فيكم لانه فيه منافسة هون يعني ممكن يكون فيه بينك وبين الشخص ايضا منافسة ممكن انتو الاثنين لانه عندك كينغ هون وعندك ملك ايضا هون فالشخصيتين هدول شخصية قوية شخصية متحكمة شخصية متسلطة فعم شوف ممكن بينكم يكون فيه صراع على السلطة وانت بدك تثبت لها الشخص انه انت قادر على اتخاذ قرارات حاسمة صارمة ممكن ايضا انت اللي لبعض منكم اللي مش عم يتواصل مع هالشخص ممكن انت اللي تركت العلاقة او انفصلت عنها الشخص لحتى تثبت وجهة نظر معينة مع انك بتعرف انه الوضع او الاختيار اللي اخترته بيتطلب منك مجهود كتير عالي وبيتطلب منك صبر ايضا كتير عالي لانه هالمرة عم تزرع يعني من الصفر فالوضع بيتطلب منك وقت كتير عالي ولكن انت مستعد انك تحط هالوجهود ممكن يكون باتخاذ القرار انك انفصلت عنه فقط لتثبت لهالشخص انه انت قادر على مواجهة المنافسة او قادر على انك تتحدى هالشخص وجه لوجهه بالنسبة لطاقة حبيبك في المستقبل حبيبك عم يستنى خبر منك عم يستنى التواصل معك او connection معك لانه three of ones بتحكي على عم يستنى خبر منك او عم يستنى هالشخص رسالة منك ايضا هالشخص بده تكمله بالعلاقة او بده يوصل الى نهاية او حل بالعلاقة او بده يختار قرار او اختيار بالعلاقة اذا في بينكم بعد بالمسافات انت في بلد هو في بلد اخر لانه هالكرتين بيوضحوا نفس المعلومة هالشخص بده هالسايكل او هالدورة توصل الى اكتمال يعني بده امشوف ايضا ثاقة المشتركة لبينكم يعني هالشخص بيتمح الى بداية جديدة بعلاقتكم بدي اوضح فقط للشخص الاخر هو هل عم ينتظر يعني هو عم شوفه مش ناوي ياخد قرار بالنسبة للمنفصلين حاليا او اللي مش عم يحكو مع بعض حاليا ما عم شوف هالشخص عم راح ياخد قرار ولكن عم شوفه عم يستنى خبر منك ممكن ايضا هالشخص يكون هو الشخص اللي انت مخطط او ناوي تروح لعنده او تروح في طريقه لانه انت في طريقك بدك تروح الى حلم او الى امنية انت بدك تحققها شخص انت بتعتبره اش بتعتبره امية فبنا نشوف هالشخص الجوجمنت هون القرار هو رح يوصل الى اتخاذ قرار بس انا بدي اوضح شو هو القرار اللي رح يتخذها الشخص عم شوف لسه بقراره حتى ايضا بكلة التوضيح انه هو عم ياخد قرار بالصمت او عم ياخد قرار بانه يتمسك بموقف معين هالشخص ممكن ايضا عم تتعاول مع برج العذراء انه هالكرت بيتبع برج العذراء او برج ناري وبرج الناري الشخص اللي عم تتعاول معه مبين انه هو شخص عنيد لانه فيه نقطة هو متمسك فيها ومش مستعد بالمرة يعني يغير قراره او يتنازل يتنازل عن كرامته او يتنازل عن اختياره الى انه هالكرت نفس هالكرت انه مستني خبر منك مستني اشي منك مستني ردة فعل منك رسالة خبر ولكن هو مش مستعد انه هو اللي يقوم بالمبادرة الاولى او بالخطوة الاولى ولكن في عقله الباطني هالشخص بيتمنى الى بداية جديدة معك ممكن ايضا لانه مبين فمتل ما حكيت لك يعني هاي بدايات جديدة ايضا ممكن تكون شخص عفوي علاقة عفوية تواصل عفوي فهالشخص بيريد هالاشي بدو هالاشي منك بتوقع طاقة الريزستنس عم تيجي اكتر منك انت من برج الميزان عم تيجي اكتر منك لانه بكوية النصيحة وايضا بالطاقة اللي محيطة فيك انت اللي اكتر عم حسك عم تفل او عم تبعد او مستعد انه تعمل المستحيل مشان تثبت وجهة نظر معينة ايضا ممكن تكون انت متناقض بشأن شخصين او بشأن شيئين ولسه ما اخترت او ما وصلت الى قرار نهائي او عم تشوف انه انت ممكن تكون محتار ايضا بين نقطتين نقطة انك تخلي العلاقة مع هالشخص عفوية او انه بدك العلاقة تكون جدية لانه مش واضح عندي انت هون شو بدك يعني فيه فقط ديسابوينتمنت او فيه خيبة امل من الوضع العاطفي بينك وبين هالشخص ولكن ممكن تكون انت متناقض بين هالفكرتين ممكن يكون فيه جانب منك بده العلاقة تكون سموذ ويزي جوين وبسيطة وفيه جانب اخر منك بده العلاقة تكون جدية اكتر فممكن او انتو الاتنين لانه طاقة مشتركة فممكن انتو فيه حيرة وتناقض من عمركم انه او فيه حتى خوف ممكن او توتر او طلق من انه اذا ممكن تكونوا انتو اصدقاء ففيه خوف من انه اذا تطورت العلاقة بينكم او اذا عطيت مجال للعلاقة انه تكون جدية انه ممكن تخرب الاشياء الاخرى اللي بينكم ممكن تخرب الصداقة اللي بينكم او ممكن اذا اذا فشلت العلاقة الجدية ممكن انه يعني تخسرها الشخص او هو يخسرك اه الى الابد ففيه خوف من هالناحية فيه تشوش من هالناحية فيه اه اه هذا ما القدرة على الاختيار بين انه العلاقة تكون اه افوية او تكون جدية مش مبين انه فيه تواصل بالفترة القريبة هاي يعني بها الشهر ولكن الطاقات اه دائما تتغير يعني على حسب تصرفاتك انت على حسب اختياراتك انت بتتغير ولكن الطاقات المبهرة عندي مبين انه انتو الاثنين حاليا فيه فترة اختيار اه لقرار معين او فيه مفترق طريق انتوا هالشخص مفترق طريق انه ممكن هالشهر رح تقضوه في شوية عزلة أو انفصال على بعض لأنه عم شوف الشخص أيضا لا تنسى أنه شخص عم يبحث على التنوير التنوير الذاتي التنوير الروحاني فهالشخص ممكن عم يلجأ حاليا أيضا مثلك ممكن يكون عم يلجأ إلى التاروت ممكن يكون عم يلجأ إلى الأبراج أو أي شيء يخص أو يخص الروحانيات فهالشخص حاليا عم شوف هذا هو طريقه سواء كنت مع بعض أو مش مع بعض انت وهو حاليا في فترة اكتشاف الذات أكثر تنوير النفس أكثر بالذات أنه انت عم تبحث على أمنية معينة أوكي فهالشهر ما عم شوف فيه تواصل سريع رح يصير ولكن انتو حاليا فيه رح يكون هالشهر فترة يعني أو وقت مستقطع لحتى انت تعرف ترتب أمورك بخصوص التشويش اللي عم تنظر فيه بخصوص العلاقة لحتى توصلوا إلى قرار أيضا هالشخص عم يفكر فالطاقة مبينة انه رح تكون لسا سمول لسا هادية ما رح يصير فيه أي تغيرات مفاجئة اوكي حبايبي برش الميزان واتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها اذا حبيت القراءة لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب ان شاء الله رح شوفكم في فيديو قادم شكرا لكم جميعا